جوني جوني إيف هو مصمم أبل العبقري الشهير له لمساته في التصميم اللي حتى الناس اللي تكره أبل يعترفون بأنه أبل تصاميمها دائماً فاخرة ولحالة لمساته النهائية المميزة والجميلة وهو السر جوني نفسه السؤال من وين جوني يستوحي تصاميمه كيف يجيب تصاميمه لأبل هل هي منسوخة من مكان من هنا ولا من هنا هذا اللي بنتكلم عنه بهذه الحلقة وأهلا بكم في حلقة تديدة من سرقة أم استعارة ومرحباً أدهم أول شي بداية فيديو أذكرك تشترك معنا ويليت أنك تفعل الجرس لأنه صاير الجرس أهم من الاشتراك بدون للأسف يوتيوب مراح مدوش فيهم يوتيوب زهلاني علينا كثير مشتركين ما قاعد يعلمونه عن فيديوهاتنا فلأسف لازم تفعل الجرس أتمنى أنكم تفعلون الجرس طبعاً بعطيكم أنه بدأ سريعة عن جوني إيفان بتأكد وهو هذه الحلقة بتعجيب ناس كثيرين جداً جوني جوني هو مصمم بريطاني بدأ مع أبل من زمان جداً أعتقد اسمها ارتبط بأبل ما بين 20 إلى 30 سنة الأخيرة يعني في هذه الحدود تصاميم عظيمة جداً لأبل لأنه هو اللي صمم آيبود الأول وأكيد آيبودات الثانية بس هو اللي حط الأساس صمم آيفون الأول ماكبوك إير الأول وكذلك صمم أول آيباد لهم ومن بس هنا بعد دخل على النظام وصمم لهم آيوز 7 اللي لما سوى فلسفة التصميم المسطح اللي أجبروا فيها كل العالم بعدها المواقع والأنظمة وغيرها إنها تتبع هذا النهج وهذا الأسلوب من التصميم كذلك هو الشخص اللي صمم ساعة أبل وكثير من المنتجات اللي يشوفها اليوم الفضل في تصميمها يرجع له ووصلت مرحلة علاقتها بأبل لأنه هو اللي صمم مبنى أبل بارك الجديد اللي أبل تتباهى فيه كثير في كل مكان وحتى في مؤتمرهم الأخير يعني مون باستباهوا فيه شيء مبطبيعي قاعد يستعرضون فيه ومن حقهم المكان يعتبر جميل هذا الرجل عشان أعطيه حقة هو يعتبر إنسان عظيم تصميميا أبل نشرت كتاب كبير لتصاميم كل أجهزتها رح تلاقي بأنه النسبة كبيرة جدا من هذه التصاميم وموجودة في هذا الكتاب ترجع فضلها لجوني نفسه وجوني هو لي أجبر كثير من الشركات خلال العشرات السنوات الماضية أنها تتبع أو تتبع أسلوبه وفلسفته في التصميم فبلا شك هو إنسان ناجح وهذه هي الصورة العامة في السوق رغم هذا النجاح الكبير كله إلا أنه مثل أي شخص آخر تلاحقه كثير من القصص والأشياء الغريبة اللي نبغى نتكلم عنها اليوم وقررت أن نسلط الضوء عليها لأنه مو كثير يعرفها أول مشكلة هي تتعلق بشركة براون وهي الأبرز وهي اللي بنركز عليها اليوم مع شركة براون الألمانية الشهيرة جدا من ما يعرف شركة براون الكل مفروض أن يعرفها هذا اللي أعتقد يعني تعالوا نلقي نظرة على تصاميم المتشاهدة بينهم أولا هذا آيبود 2001 يعتبر أول آيبود نعم جوني اللي صممه وهنا أعرفك على الراديو الجيب T3 من شركة براون اللي يرجع لعام 1954 من 1954 إلى 2001 فرق مرة كبير لكن لحظة ما رح نوقفينها هذا جهاز أبل باور ماك جي 5 اللي ينتج عام 2003 لكن هذا راديو براون T1000 اللي ينتج عام 1962 في تشاوث ممرة صح يعني وادها من أنت قاعد تحاول جيبه شيئا من شعبها طيب كاميرا أبل آي سايت 2003 اللي يطلع في عام 2003 إليك براون إنفرا ريد آي ميتر اللي ينتج في عام 1947 سو نفسك هجر حتى تصميم آي ماك اللي يطلع في 2009 أيضا عليك كلام وجدل كبير جدا بأنه يشبه تصميم براون سبيكر اللي يطلع في عام الف وتسعمية تسعة وخمسين وأعتقد أنه موديل الـ E-Win أضرف شيء في هذا كله أنه الآلة الحاسبة اللي قدمت فيها آيفون الأول هي أيضا تشبه الآلة الحاسبة اللي موجودة والخاصة ببراون واللي يرجع عمرها إلى عام 1977 لاحظوا أنه حتى الآلة الحاسبة اللي موجودة هي تقريبا نفس التصميم كعادة في سرقة مستعارها ما نعطي أحكام نهائية إحنا نعرض لك كلا وجهات النظر ونحتاج رأيك أنت صحيح في هذه التشابهات كلها لكن إيش وجهة نظر الطرف الثاني في تفصيل هنا مهم لازم نضيف لهذه القصة تصاميم براون الشهيرة يقف خلفها المصمم الشهير جدا دايتر رابز هو ألماني والحمد لله يا رب الحمد لله أول ألماني أشوف اسمه يعتبر نسبيا سهل أتمنى حتىني بعد قلت صح ما هو حتى هذا غلط فيه بتصير مصيبة صراحة هذا الشخص كان قائد تصاميم براون وينتمي لمدهسة تصميمية تمزج بين الهندسة المعمارية والفن التطبيقي وعادي أنك ما تدري وش هذا الكلام اللي أنا قاعد أقول لأني حتى أنا ما أعرف كل التفاصيل الهندسة شي طبيعي بحكمنا متخصصي لكن كذا بشي مرة مبسط هذا النوع من الفن والتصميم يركز على شغلتين أساسية هي جمال التصميم للعين والشي الثاني وهذه النقطة مرة مهمة هي قابلية الاستخدام بمعنى أنك لما تصمم أي شي يصير سهل أنك تستخدمه بشكل بسيط يعتبر ممكن تقول بأنه هذا الشي يعتبر منطقي وكل الناس سوي إلا أحب مو منطقي لبعض الناس للأسف في عشرات التصاميم التقنية اللي تطلع مركزين فيها بس أنه هذه التكنولوجيا الجديدة اللي تطلع لازم تشتغل ويبدأ يغير من تصميم الجهاز بحيث أنها تتوافق مع التقنية هذه بدون ما يركزون على قابلية الاستخدام بدون ما يعطونها أي اعتبار وعشان كذا ديتر هذا المصمم يعتبر مميز وهذا المصمم نفسه وضع عشر مبادئ للتصميم الجيد وشو هذه المبادئ إنه لازم يكون جميل مبتكر يخلي المنتج مفيد وواضح للمستخدم من أول ما تشوفت تعرف وش فكرة المنتج تقريبا يكون غير مزعج ويكون صادق كيف تقول لي كيف تصميم صادق بعض التصاميم متفخم المنتج وتعطيه فخامة أكثر من لازم تعطيك صورة غير صادقة عنه تعطيك صورة بأنه هذا المنتج ممكن يسوي شي معينه وما يسويه أو يفخمه أكثر مما هو عليه وكذلك من القوانين اللي حطها أن التصميم يدوم لفترات طويلة من الزمن وأن التصميم لازم يكون شامل لكل التفاصيل وصديق للبيئة شفتوا كيف التصميم ممكن تقولوا تصميم بس هو جميل ولا موجميل لا فيه جوانب كثيرة جدا في التصميم لازم تدرسها والتصميم شي مرة مهم طبعا هذه القوانين اللي وضعها لو تيجوا تشوفها بمنتجات أبل اليوم فرح تلاقيها بالفعل هي تتماشى مع منتجات أبل منتجات أبل من سنوات من أكثر من عشر سنوات ومن الزمان هي صديقة للبيئة ودائما تحاول أنها تحسن هذا الشي ودائما معروف أنها تركز على الاستخدام بساطة التصميم يكون بسيط جدا ويكون جميل بنفس الوقت بالرغم من بساطة ولهذا يقال أنه تأثر جوني ايف بهذه المبادل العشرة وهذا السبب الرئيسي اللي خلى تصاميمها تشبه بحد كبير لتصاميم المصمم الألماني مصمم شركة براون السؤال هنا بنهاية هذه الحلقة هل تشوف بأنه هذا مبرم مقنع أو لا الحكم راجع لك بالكامل هل الشي اللي سوى تأبل أو اللي سوى جوني تحديدا يعتبر سرقة أم لا ما يعتبر سرقة كلهم الاثنين من نفس الفلسفة التصميمية فبالتالي طبيعي أنه يكون فيه نوع من التشابه أعطوني رأيكم بالتعليقات للأسف مع ذا قدر حط تصويت لأنه جوجل كعادة لازم تقول cancel منتجات وإذا ما لقوم يلا وشن cancel تدري والله التصويت حلو في يوتيوب cancel يستخدمونه كالعادة الحكم لكم لا تنسى تشترك بالقناة أنا أدهم أشوفك إن شاء الله بالحلقة القادمة ومع السلامة شكرا